فتحت صناديق الاقتراع في امريكا وانطلقت المنافسة الكبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التنافس للسيطرة على كل من مجلسي النواب والشيوخ سيما بعد ادلاء اكثر من 40 مليون شخص باصواتهم خلال التصويت المبكر حيث سيتم انتخاب اعضاء مجلس النواب ال 435 وثلث اعضاء مجلس الشيوخ الخمسة وثلاثين نائبا من اصل مئة نائب ويسيطر الجمهوريون حاليا على منصب الحاكم في 28 ولاية والديمقراطيون على 22 ولاية وتجري انتخابات الحاكم في 36 ولاية منها 20 ولاية يحكمها حاليا حاكم جمهوري و 16 ولاية حاكمها ديمقراطي يحتاج الجمهوريون للفوز بستة مقاعد اضافية فقط في مجلس النواب ومقعدا اضافيا في مجلس الشيوخ ليحظوا باغلبية الكونغرس في الوقت الذي يرى مراقبون ان لتلك الانتخابات تأثيرات كبيرة في مسار السلطة الاميركية وقراراتها المستقبلية سيما ان دولا عدة تقرأ النتائج الاميركية بما يتقارب مع سياساتها المتفقة او المعارض مع البيت الابيض وهو ما يطرح تساؤلات ساخنة حول استمرار الديمقراطيين الذي يعني بحسب تصريح البيت الابيض استمرار الموقف الحالي بشأن دعم اوكرانيا اما فيما يتعلق بالشأن العربي والعراقي على وجه الخصوص اذ تغيرت سياسة بايدن عن منافسه الجمهوري دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الماضية سيما مع العراق بخصوص الحوار الدبلوماسي الذي يرى مراقبون انه كان فاعلا اكثر من سياسة الديمقراطيين التي اتضح من خلال رئاسة بايدن الحالية انها لا تلقي اهتماما اكبر لما يتعرض له العراق من تدخلات اقليمية وخارجية وفي كلا الحالين فان حكومة بغداد تبحث عن تعاون عراقي اميركي فيما الاخير يتغير وفق نتائج حزبيه المتنافسين في كل انتخابات جديدة